فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون بالحجة والبيان والرد على شبهاتهم لأن المنافقين شغلهم الشاغل هو الطعن في الإسلام والمسلمين دائما وأبدا فيجب على النبي وعلى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكونوا بالمرصاد لهؤلاء المنافقين يردون شبهاتهم ويدمغون حججهم ويبطلون كيدهم وكم في القرآن من الآيات التي ترد على المنافقين وتفضح المنافقين وتبين كيدهم ومكرهم وخداعهم للمسلمين فهذا هو الجهاد بالجهاد المنافقين بالحجة واللسان ولا يقاتلون بالسلاح لأنهم يظهرون الإسلام أما الكفار الأصليون فإنهم يقاتلون بالسلاح إذا لم يقبلوا الدعوة يدعون إلى الله أولا فإن استجافوا فالحمد لله وإلا فإنهم يقاتلون لألا ينشروا الكفر في الأرض ولألا يصدوا عن سبيل الله ولألا يضايقوا عباد الله المؤمنين ويتطاولوا عليهم